اشتركوا في القناة لأنها ترضع ولدها يعني وأطعمت عن الأيام التي أفطرتها لكنها لا تشعر بالراحة تحس أن عليها شيئا طبعا هذا يعني لشك أنه لا حرج فيه لأن هذه من المسائل المختلف فيها والخلاف فيها خلاف معتبر على كل حال كما يذكر العلماء لأن قضية المرضع بعض العلماء يقولوا بأنها خصاة قضية خصاة ترضى ذلك الأيام مثلها مثل الحائض والنفس وبعض العلماء وهذا أصح كيقولوا بأن المرضع والحامل إنما عليها الإطعم إنما عليها الإطعم الفيديا فقط ما عليها يعني القضاء خصاة ترضى ذلك الأيام وإنما تطعم لكن هي إن أحست بشيء واقتنعت بالقول الآخر وعملت به فلا حرج إلى بل لا ترضى ذلك الأيام وبل لا بأن القول هذا غير مقنع واقتنعت بقول من قال يجب عليها أن تقضي أياما مكان الأيام التي أفطرتها بسبب الرضع فإنها تقضي ولا حرج عليها في ذلك لأن ثمرة الخلاف كما يقول العلماء هو أن لا يركر بعض الناس على بعض وأن لا يشنع في الإنكر إذا ندينا سأل فشك يكون فيها خلاف معتبر ده بكل الخلاف المعتبر وكل الخلاف الذي لا يعتبر فليس كل خلاف إن جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظري مش كل الخلاف عنده قيمة كل الخلاف لما عنده قيمة ولكن هذا الخلاف عنده قيمة شنه يثم رديله هو أن لا يشنع أحد على أحد أنا مش مثلا اخترت هذا القول لأنه ظهر لأنه أقوى وهو مذهب بن عمر ومذهب بن عباس رضي الله عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة هم الذين كانوا يفتون بأن المرأة الحامل والمرضع إنما عليها أن تطعم فقط واخترت هذا القول القول الآخر الذي قال به يعني جماهير من الفقهاء مش غادي نشنع لهم يقولون أنتم ما عفتوالون أنتم ما فاشلين أنتم ما جاهلين أنتم ما كذلك لا كان يقول القول فيه راجح ومرجح فيه راجح ومرجح أنا اخترت هذا القول أنت اخترت القول الآخر لا حرج عمل نتبك القول ولكن أنا اعتبر أن هذا القول أصح فأعمل به ولا يجوز لي أنا أن أعمل بالقول المرجح مع أنني أعلم القول الراجح أنا كان أعتقد بأن هذا القول هذا هو الراجح ما يمكن ليش نعمل بالقول المرجح ولكن من اعتقد أن ذلك القول الذي أعتقده مرجوحا هو يعتقده راجحا فلو أن يعمل به ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى والعلم عند الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة